السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزئية رقم 13 من شبط 2 لازال الحديث متواصل حول طرق تصنيع السيرمو بلاستيك أو المواد السيرمو بلاستيك هنتكلم في الجزئية دي عن الانجيكشن مولدينج وعن السيرموفورمينج الانجيكشن مولدينج أو طريقة اللي هي الصب ده بالحقن إزاي؟ أولا الماكينة اللي قدامنا عبارة عن مصدر الحركة مطور بيلفف إكسترودر وعندي هوبر عبارة عن خزان المادة البوليمارية طيب بقى أدخ المادة البوليمارية بيتخش على الإكسترودر وفي تسخين بتبدأ المادة البوليمارية تيلين وتتحول إلى مادة فيسكس وعن طريق الإكسترودر أبدأ أدخها داخل المنتج بتاعي أو داخل القالب اللي هو واخد شكل المنتج بتاعي وبعد كده أفك القالب جزئين وأحصل على المنتج بتاعي في الحياة من دمن مميزات طريقة الانجيكشن مولدينج أنها تديني منتج فيه تفاصيل ولو كان المنتج صغير الحجم أقدر أنتج أكتر من منتج في المرة الوحدة يعني هي طريقة اقتصادية أفكرة برضو بحاجة أننا عملية التشكيل دائما ما تتم داخل دلاجتين حرارة زي ما قلت قبل كده اللي هي ديجريديشن تيب بريتشار وجلاس تيب بريتشار أنا بشتغل في المنطقة دي تعالي نشوف السيرموفورمينج السيرموفورمينج في الحقيقة هي طريقة تستخدم عشان ننتج منتجات فيها تجويف عميق زي مثلا الأطباق البلاستيكية زي الأحواض البلاستيكية أو ما شاء إزاي بتتم العملية بجيب المادة البلاستيكية اللي عاوز أشكلها على شكل شيت أو مسطحات بعمل لها عملية تسكين أمسكها من الجنبين وحطها فوق الآلب زي ما احنا شايفين طب القالب فيه فتحات سفلية بعمل عملية سحب للهوى عن طريق الفاكيام بامب خارج القالب وبالتالي بيحصل فراغ الفاكيام داخل المنطقة الفضية داخل القالب فيبدأ الهوى هو بتسحب يسحب معاه المادة البوليميرية بتاعتي فتاخد شكل الفراغ الداخلي وبكده أحصل على المنتج بتاعي بطريقة السيرموفورميج